السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الأربعة أربعة أيلول سبتمبر القمر اليوم موجود في برج العذراء لغاية الساعة أربعة وحد عشر دقيقة من عصر اليوم بتوقيت جرينتش اللي هو يوم الأربعة لا ينتقل القمر بعدها لبرج الميزان ورح يظل موجود في برج الميزان حتى تمام الساعة الخامسة وثمانتعشر دقيقة من صباح يوم السبب بتوقيت جرينتش القمر الآن موجود في منزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة حتى تمام الساعة أربعة وحداشهر دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش من عصر اليوم الأربعاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنع والتفريق والمشاكل والنفي وبما أن القمر موجود بالعذراء لساعة العصر فمنظل على طبيعتنا الجادة ومنظل مزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة أو بدء نظام غذائي أو تمرين رياضية بتساعدنا في الحفاظ على وزننا ومنذهب للعمل بحيوي ومنركز في جميع التفاصيل وتندقق بكل شيء ومنكون منظمين جدا والناس نادرا أنهم يقدموا دعم مالي أو عاطفي في هاي الفترة لأن العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر بيتك تحذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة لأنه بيتكون فيه أوجهة وهذا أفضل وقت للتخلص من عدد سيئة مثل التدخين أو شرب الكحوليات أو المهدئات أو المخدرات ويمكن الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد وبإمكان نتعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة عشر أو ستة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامها بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين نيبتون هذه الزاوية رح تكون الساعة 2-4 دقائق عصرا بتوقيت جرينيتش بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية رح تكون الساعة 3-59 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكم بحاجة للودوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منكم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب بتسببنا خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أن نخلد للراحة وهذا التحول مضر جدا للصحة وخصوصا الصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي زاوية رح تكون الساعة أربعة وخمس دقائق عصرا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ ساعة أربعة وخمس دقائق عصرا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة أربعة وحد عشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة أربعة وحد عشر دقيقة عصرا خلص القمر بنتقل بيستقر في برج الميزان عشان هيك من بعد هذا الوقت بيصيرها الوقت اللي ما يلي هو أفضل وقت عاطفي لتقوية الرابط العاطفي لا علاقة مع الحبيب أو لتحسين العلاقة الزوجية اللي شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية منكون نشطين أكثر اجتماعيا من ميلة الاسترخاء والتأمل وبيكون الحب الرومانسي واضحين بين العشاق ولكن ممكن الغيرة يعني إنها تلعب دور في علاقة جديدة أو علاقة فيها بعض التوتر خلال هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية ويمكننا تنفيذ مشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو عادة ترتيب أو تزيين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للحدث اللي رح يصير اللي هو بعد الانتقال مباشرة وانتقال المريخ اللي رح ينتقل من الجوزاء لبرج السرطان طبعا الحلقة الكاملة صارت موجودة على القناة بنصح الجميع أنه يستمع لإلها ويدقق بالتفاصيل طبعا الانتقال رح يكون الساعة سبعة وخمسة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش مساء اليوم الأربعاء ورح يستمر مكوته من اليوم اللي هو أربعة تسعة لغاية أربعة حداش يعني عنا شهريا تقريبا ستين يوم ورح يظل في حركة أمامية طبعا أربعة حداش بيكون يوم اثنين الساعة أربعة وتسع دقائق صباحا بتوقيت جرينتش رح يشعروا موليد برج السرطان بالنشاط والحيوية والطاقة والجراءة والرغب الجنسي ولكن ممكن أنهم يندفعوا أحيانا في تصرفاتهم اتجاه الغير يبي يتأثر معهم موليد الأبراج المائية الأخرى مثل العقرب والحوت والترابية اللي هم الثور والعذرة والجدي وكذلك كل من تواجد لديه المريخ ساعة ولادته في برج السرطان وانصح الجميع أنه يستمع للحلقة بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية لإلها ولكن كتنظير أو فحصات أو إجراء بعض الروتين الطبي ما في أي مشكلة لكن جراحيا ما منصح خصوصا دال البنكرياس والأمعاء الدقيقة والأعور والقولون والجهاز الهضمي والإثنى عشر والمستقيم وأجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين لغاية ساعات العصر أما من ساعات العصر وما بعد بصير عندنا الكلا والحالب والمثانة البولية الأوردة الجلد كعضل اللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزايد الدودية طبعا باقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة وأيضا اليوم أو اليوم نبدأ بيصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج الميزان خلو المسار القادم بيكون يوم السبت يبدأ الساعة خمسة وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة خمسة وثمانة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره يومين الساعة أربعة وخمستعشر دقيقة فجرا نبدأ باليوم الثالث نسبة الإضاءة ثلاثة بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم اثنين وعشرين تسعة منتحس بنسبة أربعين في المية القمر في العذراء وزي ما حكينا من ساعات العصر بصير في الميزان ورح يضل في الميزان ليوم سبعة تسعة منتحس بنسبة ستين في المية الآن ساعات الصباح منتحس بنسبة أربعين في المية ساعات الظهر سعيد بنسبة ثلاثين في المية عطارد في الأسد حتى يوم تسعة تسعة سعيد بنسبة خمستعش في المية الزهرة في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين تسعة منتحس بنسبة أربعين في المية المريخ الآن موجود في الجوزة وزي ما ذكرنا بده ينتقل اليوم للسرطان ورح يضل في السرطان ليوم أربعين منتحس بنسبة خمستعش في المية المشتري في الجوزة حتى يوم تسعة هشرة منتحس بنسبة عشر في المية زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم خمستعش أداش منتحس بنسبة عشر في المية وأورانس في الثاورة بيتراجح حتى يوم ثلاثين واحد سعيد الآن بنسبة ثلاثين في المية ساعات العصر منتحس بنسبة عشر في المية نبت في الحوت بيتراجح حتى يوم سبعة اطناعش منتحس بنسبة عشرة في المية بلوتوف الجدي بيتراجح حتى يوم اطناعش عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية وصلنا إلى التوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيتراكم العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم انتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاولوا إيجاد الحلول وعلجوا المسائل الطارئة للتواصل الاتفاق وابحثوا عن حليف أو داعم واتجنبوا الإساءة للأصدقاء والشركاء وحذروا من التراجع الصحي من الآن وحتى ساعات العصر من ساعات العصر وما بعد بصير القمر مقابلكم تماما بترغبوا في تعزي شراكاتكم ولكن ممكن تتعقدوا الأمور أو تطرأ بعض البلبلة علجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذروا القطيع أو الدعاوة القانونية لأن خصمكم بصير قوي والعرقي لبتستفزك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتظل الرغبة قوية لغاية ساعات العصر في التقرب من أحبائكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم وبيحيطك الفلك بالحيوي والحماسة لمتابعة المساعي والتواصل مع المحيط وبرضه ممكن تكون هاي الفترة من أفضل أيام الشهر أو فرها حظا وممكن تشعر بالطمأنين والراحة أما من ساعات العصر وما بعد بيبدأ العمل بالتراكم لديكم انتبهوا لصحتكم تتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر العمل للعمل وقت إضافي حاذروا من المشاكل الصحية والخلافات مع الزملاء برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء تنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتشعروا ببعض الحزن والتعب وممكن تبحثوا عن ملاذ آمن أهم مش إنك ما تنتقد أقرب الناس لإلك تلمس توتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة أما من ساعات العصر وما بعد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم والتفاهم معهم وبتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الأجوى وأعيد العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن أنك تحل مسائل حالقة أو كانت مستحيلة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان من الآن وحتى ساعات العصر بتكونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن حاولونكم تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار واليوم بسجلك لقاء مهم أو اتصال مفيد أو ممكن تجري أبحاث ومفاوضات ناجحة أو تكون بزيارة أو تلاحق عمل ملح وضروري أما من ساعات الظهر وما بعد أو من ساعات العصر وما بعد بتفضلوا التركيز حاول مصالحكم البيتية والعائلية وبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة اتجنبوا توبيخ الأحبة ولومهم لأنه ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه العمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك ولا تفرض رأيك وهي فترة مناسبة للسفر أو الاستثمار برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا من الآن وحتى ساعات العصر خففوا من النفقات قدر المستطاع وابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وأحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة ممكن تناقشوا موضوع مالي أهم شيء ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل وما تبذروا أموالكم وكونوا عقلين ومتيقظين قبل التوقيع على العقود وحددوا أهدافكم أما من ساعات العصر وما بعد بتنشطوا بالسفر والاتصالات وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتكثر النشاطات حسب حق الإختصاصك وبتكون لك لقاءات عديدة وباستطعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أم مش أنك ما تتردد بالتحرك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرها على السيطرة على زمام الأمور بتكون مميز بأداءك وتعتبر فترة واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقها أو مرحلة جديدة ممكن تطرح أفكار جديدة أو تجتهد في إنجاح مشروع جديد يعني فترة فيها حماسة ووضوح في الأفكار وهي بتستمر لغاية ساعات العصر من ساعات العصر وما بعد بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهمش أنه ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب ولا تبالغ بمصاريفك كن معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو أمور استشفائية برج الميزان بالنسبة لموالية برج الميزان بيتطلب منكم هذا اليوم الانتباه بشكل جيد لصحتكم من الآن وحتى ساعات العصر لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فأيذن بسيطر التعب الشديد عليكم أو مش الشديد على البعض بيكون شديد وممكن تفكروا في إلغاء المواعيد والابتعاد عن الأطواء احموا نفسكم أو انفسكم من المحتالين تهدأ الوتيرة وتتراجع الأرباح والحيوية فترة ما زالت محبطة أما من ساعات العصر وما بعد بيطرأ تغيير للأفضل على صحتكم بتستعيد حماستك بتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك وبتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقى ذاتها لصالحك برج العقرب بالنسبة لمعاليد برج العقرب بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أهمش أنه ما تبقوا وحيدين بل سارعوا في المشاركة وإلعبوا دور بناء في محيطكم ومجتمعكم تتمتعوا بحضور لافت وشعبية واسعة والرؤية بتصير واضحة وما بجوز يعني تجنب اتخاذ القرارات أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتنتبهوا أكثر لصحتكم لأن القمر بوصل لبئة المتاعب لا توقعوا على عقد وما بتبدأوا عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء بتعدوا عن الأطواء ولا تقرروا على شيء عشان ما تخيب آمالكم وحاذروا من البلبلة والالتباسات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل من الآن وحتى ساعات العصر وبالضل فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهمش إنك ما تجازف بسمعتك أو باستقرار وظيفتك اتجنب التصرف الارتجالي وركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لآخر ونظم أعمالك عشان تقدر تنجزها بالكامل أما من ساعات العصر وما بعد تلتقوا الأصدقاء بإمكانك وتبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم لأنه ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهمش إنه ما تستسلموا بل كرروا المحاولات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي تنشطوا في السفر والاتصالات من الآن وحتى ساعات العصر وبرضو بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن عندك اندفاع وحماسي رح يترك أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة لبتطمئن خواطرك وبتختفي هواجسك وهي فترة إيجابية جدا فما تضيع عليك الفرص أما من ساعات العصر وما بعد بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخطعوا لعدة تجارب مهمة أهمش إنك ما تضعف ما تجازف بسمعتك حاول إنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع صحيح إنه فيها بعض القلق والتوتر بورج الدلو بالنسبة لموليد بورج الدلو اليوم من الآن وحتى ساعة العصر بتكن تتفحصوا الحسابات المالية وخصوصا الحسابات المشتركة وخففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية كون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن قرض الرأي أو التسلط به ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف ولا تهم الملف ولا قضية أما من ساعات العصر وما بعد بتنشغلوا في مسائل تتعلق بالسفر أو الاتصال البعيد وتعتبر فترة مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة أو تناقش موضوع وعند قدرة أنك تناقش أساسا بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض أي شيء ما بنسبك أهم مش أنك ما تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوة التجربة جديدة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا من الآن وحتى ساعات العصر التركيز على جهودكم أو تركيز جهودكم رح يكون حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاكم سواء شركاء العمل أو الحاطفة أو الأزواج كونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم ونسقوا بين مختلف الواجبات حافظوا على هدوءكم الكامل في هذه الفترة الضغوط كبيرة والأوضاع ممكن تصعب أما من ساعات العصر وما بعد بتنهمكوا في عادة تنظيم أموركم المالية أهم شيء أنه ما تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم ممكن تلاقي أعمالك صدى طيب أهم شيء أنك ما تتكاسل بل سهرع للعمل دون مماطلة ودون أعذر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا بهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء